موت بلا هوادة وجوع بلا إفطار هكذا يستقبل سكان غزة شهر رمضان المبارك وسط معاناتهم المستمرة بسبب الحرب والقصف والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ نحو ستة أشهر شهر رمضان الذي يبدأ مع تحذيرات دولية من إمكانية وصول سكان غزة لحد المجاعة بسبب إغلاق الاحتلال جميع معابر القطاع ومنعه دخول البضائع ما تسبب بارتفاع أسعار السلع ونفادها من الأسواق وهو ما أثر على حياة السكان واستعداداتهم لاستقبال رمضان سكان غزة أكدوا أن الأسواق تكاد تكون خاوية من أي مواد غذائية سواء للسحور أو الإفطار بل إن الحصول على الطعام في القطاع بات من أكثر المهن صعوبة وإن مظاهر شهر رمضان التي اعتادوا عليها خلال الأعوام الماضية لا يبدو لها أي أثر هذا العام حرب متواصلة أدت ضمن ما أدت إليه إلى انعدام مقومات الحياة لسكان القطاع وشح شديد في المواد الغذائية في وقت يعيش معظم سكان القطاع في العراء بعد أن فقدوا منازلهم التي تعرضت للتدمير بسبب آلة الحرب الإسرائيلية أو نزحوا منها هرباً من الموت غروف أهالي القطاع تشتد تعقيداً مع نزوح أكثر من مليون ونصف المليون شخص بحسب بيانات وكالة الأونروا يعيشون جميعاً ظروفاً مروعة دون مصدر دخل ويعتمدون على المساعدات الإنسانية الممنوعة أساساً من الدخول إلى القطاع ولم تكن غزة لوحدها من يعيش هذه الحالة وهي تستقبل شهر رمضان المبارك فقد امتدت الآثار النفسية السلبية لحرب غزة على العديد من سكان البلدان المجاورة والإسلامية إذ اختفت مشاهد المتاجر والأسواق التي كانت تعج بالزبائن كل عام مع قدوم شهر الصيام ليحل رمضان وسط حزن يخيم على الناس وهم يرون ما يعانيه إخوانهم في غزته بسبب الجوع والموت و vak siento الحسنب نتطلق نتطلق